أعلن مسؤول صحة فلسطينيون ميلاد طفلة من رحم شهيدة فلسطينية سقطت مع زوجها وابنتها الأخرى في هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ووضعت الطفلة التي نجت من الموت بفضل العناية الإلهية في حضانة بأحد مستشفيات رفح وستبقى لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربع أسابيع بحسب الأطباء من الموت تنبع الحياة ومن الألم يولد الأمل في هذا المستشفى الواقع في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة ولدت هذه الطفلة من رحم سيدة فلسطينية استشهدت مع زوجها وابنتها الأخرى في عدوان إسرائيلي محمد سلامة الطبيب الذي يعتني بالمولودة قال إن الأمة وصلت شهيدة إلى المستشفى وأتم إجراء عملية قيصرية طارئة للحفاظ على حياة الطفلة بعد حوالي سبع شهور من الحرب الضارية هنا في قطاع غزة استهداف العائلة من العائلات وقصف للمكان العائلة الجودة حوالي ساعة 12 مساء أو ساعة 11 و50 دقيقة بالزبط فعليا وصلت الإصابات إلى كل المستشفيات في رفح وكان وصول الأم الصبرين السكني إلى هنا الأم كانت شهيدة وهي حامل في هذا الطفل الجميل وأضاف سلامة أن الطفل اهتزن واحد وأربعة من عشر كيلو جرام وولدت وحالتها مستقرة وتتحسن تدريجيا حيث إن المولودة وضعت في حضانة أطفال وستبقى بأحد مسشفيات رفح لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع لما خرج الطفل في وضع كان ما بين المتوسط والحرج حاليا بعد تقديم الرعاية الطبية منذ الليل حد الآن يعني خلال الساعات القال فاته كان الأمر يتحسن تدريجيا حاليا منقدر نقول أن الوضع مستقر على المتوسط لكن الطفل تحت الرعاية الطبية حيمكث حوالي من ثلاثة سبيع إلى أربعة سبيع في الحضانة وهكذا كتب القدر على هذه الطفلة أن تبدأ حياتها يتيمة الأب والأم حالها كحال أكثر من سبعة عشر ألف طفل في قطاع غزة باتوا يتاما وذلك بحسب تقرير جديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا